وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق جداول التنفيذ المخططة لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات موجها سيادته بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع كما عرض السيد وزير الإسكان الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقاري للوحدات السكنية